اشتركوا في القناة وسنقول جميعا ان صوتنا للبنان اولا وسيقول لبنان ان هذا زمن القرار الحر وزمن الدفاع عن قضايا الناس لا لاعتداء عليهم ارادوا يا اهل الرئيس الشهيد رفيق الحريري يا اهل الشهيد كمال جملات يا اهل وليد بيك جملات يا اهل الشهيد ناظم الادري ان يفرضوا عليكم زعامات المزيفة التي ملأوا اياديهم بالدم والفساد واكل مال الفقراء ويريدون اليوم عبر صارقي المؤسسات ان يعيدوا الى هذه الارض الحبيبة نظام الوصاية الذي اخرجتموه بنداركم واكد الحريري على تمسكه بلبنان العروبة والحرية والاستقلال والسيادة ولفت الى انتهاك سيادة هذه المنطقة عندما حاولوا استخدام مقاومتها لمصلحة نظام الفساد والسارقة ومنع اي صوت فيها غير صوت القاتل كما قال اي صديق يتعامل مع القتلة يستجد نظام الوصاية ان يعود مرة جديدة الى هذه الارض الابية تماما كما وقف على منصة 8 اذار شاكرا مودعا بالدموع وها هنا نحن نقف معكم في هذه الارض الطيبة لنقول لهم جميعا اننا لن نسلم البقاع الغربي وراشية لامثالهم وان دماء شهدائنا لن تذهب هدرا مرشح الحزب الاشتراكي للمقعد الدرزي في المنطقة الوزير وائل ابو فعور نقل رسالة من جمبلات تؤكد ان مصيرهم واحد مع حلفائهم في 14 اذار كلمة ولي الجمبلات اليك اليوم يا شيخ سعد كلمة ولي الجمبلات اليك نحن نعتز بك وبالشراكة معك وبكل حلفائنا في قوار 14 اذار نحن نعتز بالشراكة مع غبطة المتريالكسفير ومع حزب الكتائب ومع القوات اللبنانية ومع حزب الاحرار ومع الكتلة الوطنية ومع حركة التجدد الديمقراطي ومع اليسار الديمقراطي ومع الجماعة الاسلامية ومع كل الشرفاء في هذا الوطن النائب روبرغانم وهو المرشح الماروني على لائحة الكرامة اكد على اهمية الاستمرار على ثوابت ثورة الارض ونعاهدكم كما دائما ان يبقى البكاع الغربي ورشية خير خميرة للبنان الجدير المستحق للبنان الحرية والسيادة والاستقلال دون تنازلات دون تسويات دون وسطاء من جهته اكد المرشح الشيعي دكتور امين وهبي الذي يمثل اليسار الديمقراطي على خيار دولة القانون واعلن الانتزام ببناء دولة تقيم علاقاتها مع الاشقاء العرب من خلال مؤسساتها وقرارها الحر لا من خلال استباحتها وانتقاص سيادتها رئيس كتلة المستقبل قدم في ختام الاحتفال لجمهور الربع عشر من اذار في البقاع الغربي اعضاء اللائحة التي ضمت الى غانم وابو فعور ووهبي النائبين اطوان سعد وجمال الجراح وزياد ناظم القادري النائب الحريري كان زار فور وصوله الى البقاع المفتي الشيخ خليل الميس ولب دعوة النائب السابق سامي الخطيب الى مأدبة الغداء